يقول عن نفسه إنني لا أصلّف سنّك في أي صلاة كانت فهل يبدو هذا أم لا؟ السنة ليست واجبة ولكن الرواتب مع الفرائل سنة المؤكدة وكذلك الوتر سنة المؤكدة لا ينبغي تركها الوتر لا ينبغي تركه حضراً ولا سفراً كذلك راتبة الفجر لا ينبغي تركها حضراً ولا سفراً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يترك الوتر ولا ركعة وفجر حضراً ولا سفراً وبقية الرواتب أيضاها هي سنة المؤكدة فالنبي يتركها قد يدل على تشاهده في أمر دينه حتى إن الفقهاء ذكروا أن من الذي يداوم على ترك الرواتب عن فرائل لا تقلل تهابته لأنه يدل على تشاهده في أم دينه العمر خطيئ أعني كأن تحاصل على هذه الرواتب إلا في حالة الشهر إذا كنت تقطر الصلاة فإنك لا تصلي هذه الرواتب إلا راتبة الهجر فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تصلي هذه الرواتب في الشهر ما عدا راتبة الهجر جزاكم الله خيرا